شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يهدف البروتوكول إلى دعم شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات وبدل المزيد من الجهد في سبيل تحسين بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي تقوم الهيئة العامة للاستثمار بجهود حثيثة لتنظيم وتسهيل الاستثمار في مصر لتصبح مصر الشريكة الأفضل لمؤسسات المال والأعمال على مستوى العالم وذلك من خلال تطبيق استراتيجيات الاستثمار المحفزة وفقا لأفضل الممارسات العالمية من أجل الترويج لمصر كوجهة استثمارية اشتركوا في القناة